في هذا الفيديو سوف أشارك معكم بعض الإعدادات البسيطة جداً للحصول على أفضل وأقصى أداء لكارت الشاشة انفيديا بدون استخدام أي برامج السلام عليكم جباب ميوحاكم إن شاء الله ديما نكونوا بالف خير معكم أخوكم أحمد جاء لكم اليوم مقطع ستوري سنتوري جديد مقطع المجمع الخير سيكون عن كارت الشاشة انفيديا إعدادات بسيطة جداً تقدر تسويها على الكارت بتمنحك أفضل وأقصى أداء للكارت على الألعاب تتجنب مشاكل اللاق والتقطيع ما رح نستخدم أي برامج بس بعض الإعدادات جوا إنفيديا كونترول بانل لوحة التحكم إعدادات ضبطت معي أنا شخصياً وبشتغل بيها من زمان بدون أي مشاكل مع الكارت في الألعاب أو حتى في الاستخدام العادي زي برامج المونتاج أو التطبيقات الضخمة وكم من نمتلك جمعات الخير زي ما تشوفون قدامكم على هاي صورة أغلب نزمة مشاهدين قناتاً للأسف مش مشتركين يعني بس بيشاهدون المقاطع وبيرحون ما بيشتركنوا فالله يسعد ليكم يا رب أتمنى لو تشاركوا في القناة وتفعلوا نذر الزرس وتخلوا الإشعارات على الكل الله يسعد ليكم يا رب أولاً وقبل كل شيء إخوان رح نروح هون على جوجل ونكتب انفيديا درايفرز هون انفيديا درايفرز هون انفيديا درايفرز هون اول نتيجة بنحصل عليها نحمل ونتبت آخر تعريف لكارت الشاشة انفيديا ضروري جداً تتأكد أنه تعريف عندك محدد لآخر إصدار جي فورس هون وهون على البروداكت سيريز مثلاً مثلاً نيجي هون على خيار ديسبلي نيم هون بنلاقي انفيديا جي فورس جي تي اكس الف وخمسين تي اي هذا كارتي انا فانت رح تشوف كارتك وتيجي لهون مثلاً انا كارتي الف وخمسين رح نجي على بروداكت سيريز ورح اختار العشرة جي فورس تن سيريز وهون بنلاقيها الف وثمانين رح اختار الف وخمسين تي اي رح اختار نظامي نظامي الحالي ويندوز احداش ورح اخليه game ready driver ورح اضغط على search هون بيعطيني اخر تحديد موجود للكارت download هاي الطريقة وخلاص نضغط على download ونحمل اخر واحدى التعريف او لو كنت انت متبت جي فورس اكس بيريينس رح تضغط عليه وتدخل لجي فورس اكس بيريينس تيجي هون على خيار درايفرز وفي هون تضغط على check for update لو في تحديد جديد رح يظهر وتظهر ايقونة من لون الاخضر واتبت اخر تعريف للكارت بعدها رح نفتح هون يخوان انفيديا كنترول بانا لوحة التحكم طريقة سهلة جدا وبسيطة هون عنا اول خيار 3d settings رح نيجو نختار الخيار هذا في النص use advanced 3d image settings ونضغط هون على apply في هذا المكان هذه الخطوة الاولى الخطوة الثانية manage 3d settings هون على global settings يخوان رح نيجي لهاي الخيارات هون وحوريكم هس يخوان الخيارات اللي رح نغيرها رح نيجي لهذا الخيار نخليه off اللي بعده كمان off هاي بالنسبة للالعاب افضل اعدادات لتجنب مشاكل لللاق والتقطيع زي ما قلت لكم يخوان هذا الخيار تخليه off هذا الخيار anti-aliasing mode رح تخليه application controlled لتغيروا بالنسبة للخيارات اللي بعده anti-aliasing transparency خليه off off الخيارها CUDA GPUs رح نخليه all ونعلم على الكارت الخاص بينه نضغط هون على ok dsr factors خليه off low latency mode هذا الخيار رح نخليه ultra اللي بعده max frame rate نخليه off multi-frame simplified هذا الخيار كمان off open GL هذا الخيار رح تخليه prefer performance خيار هذا اللي بعده open GL rendering GPU رح نختار كارت الشاشة الخاص بنا اللي بنشتغل به اسم الكارت power management mode تقدر تخليه optimal power ولكن انا بفضل prefer maximum performance انا بدي افضل اداء اللي بعده shader cache خليه driver default الخيارات هاي off allow بالنسبة للتكستور يخوان في الالعاب بفضل انها تكون prefer high performance على quality لو بديك quality تقدر تخليها quality وتجرب ولكن انا بفضل performance بصراحة الخيار هذا on auto off vertical sync خليه 3d application settings واحد واوتو بعدها لما منخلص نضغط هون ونختار apply الخيار اللي بعده physics هذا الخيار رح تختار اكيد كارت الشاشة هون بعدها تضغط هون على apply انا مرح اغير هذا الخيار حاليا اخوان اللي بعده display رح تتاكد انه refresh rate هون عندك اعلى رقم تدعمه شاشتك مثلا ستين فريم خمسة وسبعين مية وربعة وربعين اعلى عدد فريمات هون بتخليه مثلا شاشتك بي سي تخليه الف وتسعمية وعشي على الف وتمانين هاي هي ابعاد شاشتي او تخليه على النايتيف ولكن لما بنحطها مثلا نيتيف هون ما بيعطيك خمسة وسبعين فخليه بي سي مثلا نخليه على خمسة وسبعين باقي هاي الخيارات اخوان بصراحة ما بشوف انها كتير بتأثر ولكن رح نيجي لهون على adjust desktop color settings وفي هذا الخيار digital vibrance الخيار هذي اخوان رح نجيبه هون ونخليه تمانين استحسن نخليه تمانين بالنسبة للالوان بصراحة ممتاز جدا هذا الخيار بني حسن الالوان بشكل كبير جدا باقي هاي الخيارات بصراحة ما بشوف انها بتأثر في الالعاب سوي بس الخيارات هاي اللي ثويناها رح نرجع عد ما نجي 3d settings هون على program settings تقدر تضيف مثلا اي لعبة عندك تقدر تضيفها انا زي ما تشوفون ضيف المحاكي هون فراح نختار اد مثلا بدي اضيف اللعبة الفلانية هاي هاي قويتها بضيفها وفي هذا المكان تقدر تخصص لها اعدادات يعني مخصصة على سبيل المثال اتغير اي خيار هون في خطوة بسويها ديما نجمع الخيار وبنصح اللي عنده كارت انفيديا يسويها رح نضغط هون على اد وهون اخوان رح نيجي عند براوز رح نروح عند ديس بي سي لوكال ديسك سي ونروح عند خيار ويندوز هذا الخيار ورح ندور على الاكس بلورر يخوان ننزل لتحت عند خيار اكس بلورر دوت اي اكسي نضغط عليه دغطتين هايو الاكس بلورر هذا يخوان هو زي ما بنقول مدير الملفات الخاصة بالويندوز زي الفاير ماناجر اللي بيكون على الموبايل فهذا هو المسؤول عن الوظائف والخدمات اللي بيكون على الويندوز فرح نعطيه احنا زي ما تشوفون هون يخوان نيجي عند البروسيس مثلا وندور عليه رح نلاقيه هون هاي هون تحت جرب جرب ثويله انت تاسك كل الجهاز عندك رح يوقف وكل الوظائف رح تتوقف ورح تضطر انك اتطف الجهاز من زر الادفاء وتعيد تشغيله مرة تانية عشان يعني تقدر تتحكم فيه مرة تانية هو ما رح يصير ما في اي خطر عن جهاز ولكن بوريك بس دور الخيار هذا الويندوز اكسبلورر مهم جدا في الويندوز اللي رح نسويه احنا رح ننزل هون بعد ما نضيفه عند خيار مهمة جدا هاي الخطوة عشان يتجنب الكراشات اللي بتصير عليه عشان نستفاد من اعلى اداء لجهازنا في الالعاب وحتى في الاستخدام العادي وهيك بنكون يخوان ضبطنا افضل اعدادات انفيديا كنترول بانل للالعاب هاي الاعدادات ضبطت معي انا شخصيا بصراحة في الالعاب اداء ممتاز جدا استقرار على الالعاب حتى الضخمة على الرغم من ان الكرت بس جي جي اكس الف وخمسين تي اي مو كرت اوفر او هاي انت زي الارتيكس او اي شيء ولكن اعدادات هاي ممتاز جدا حتى للكروت القوية يا اخوان في ناس عندهم لاق وتقطيع وتأكدوا زي ما قلتلكم من تعريف كارت الشاشة يكون محدد لاخر اصدار وخلص اخوان كنت جابرنا سبع المقطع اليوم اتمنى ان نلعجبكم المقطع الي تحرمونا من اشتراكاتكم في قناة وفعلوا زر الزرس وخلي الاشعارات على الكل لايكاتكم من هذا الفيديو عشان ينتشر ويوصل لاكبر عدد ممكن من الناس مضلش غير ودعكم على ما انشاء الله شوفكم مقطع السوري سلطوري قادم سلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة